أرسل رئيس مجلس الدولة الصيني لكوتشان يوم سبت رسالة تهنئة إلى ماريو دراجي بمناسبة توليه لمنصب رئيس وزراء إيطاليا وقال لي في رسالته إن إيطاليا شركة تعاون مهم للصين في الاتحاد الأوروبي مضيفا أنه منذ العام الماضي حفظ البلدا على تفاعلات وثيقة رفعات المستوى مؤكدا على أن آلية التعاون بين حكومتي البلدين تعمل بشكل فعال وأوضح لي أن الجانبين يعملان معا للتغلب على الصعوبات ومحاربة فيروس كورونا الجديد وأن الصداقة بين الصين وإيطاليا أصبحت عميقة الجذور في قلوب الشعبين بشكل أكبر كما قال لي إنه يود العمل مع دراجي للارتقاء بالشركة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيطاليا من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين